السلام عليكم معاكم دكتور السيدة محمود إريتم النهاردة هنتكلم عن دواء من أهم الأدوية اللي بتعالج الأميبة وبتعالج الأكياس الأميبية المتحوصلة وبتعالج الجياردية يعني بتعالج التفايليات بجميع أنواحها كمان بتستدم في علاج الدوزنتاريا الأميبية معانا دواء فيورازول أقراس زي ما حكتشفتو فيورازول أقراس هو مكتوب عليه مضاد أميبي شامل لأنه فعلا فعال في علاج الأميبة الفيورازول بيحتوى على مادتين مادة المترونيدازول ومادة الديلوكزانايت فيرويتا المادة اللي مع مادة المترونيدازول عارفين مادة المترونيدازول دي موجودة في الفلاجيل بضفع عليها مادة اسمها دايلوكزانايت فيرويت والمادة دي ممتازة بي المادة اللي بتساعد في علاج الأميبة المتكيسة الفيورازول أقراس الميزة الحلوة اللي فيه إنه جرعته ما بتعودش فترات طويلة يعني هي بس من خمس لعشر طيام جرعت الفيورازول أقراس للكبار أكبر من 12 سنة هو حبيتين بعد الأكل تلات مرات في اليوم لمدة خمس تيام وممكن المدة طولة عشر تيام مفيش مشكلة يبقى معانا حبيتين تلات مرات في اليوم بعد الأكل لمدة خمس تيام هل يا دكتور مفيش منه دواء شرب الأطفال كان زمام بينزل فيورازول شرب الأطفال بس اتسحب من السوق ومعدش بينزل بقاله داخل على سنين هو جرعته للأطفال من خمسة أو ست سنين لغاية 12 سنة بيتاخد نص قرص بعد الأكل تلات مرات في اليوم لمدة خمسة لعشر تيام فيورازول دا من الأدوية المتميزة جدا اللي بتعالج الأميبة سواء الفيشتاتي في العادية أو السيست اللي هي المتحوصلة كمان بتستلم في علاج الجيارديا لمبيليا وده الجيارديا والأميبة والانتباية السوديكا ده نوعين من أنواع التفاليات اللي بتصيب ناس كتير جدا واللي الناس بتقول الأميبة بتروحش مننا لا الدواء ده فضل الله عايزاعدك التخلص من الأميبة والجيارديا كمان بيعالج لو واحد عنده دور إسهال دور دوزنتاريا أميبية أو دور دوزنتاريا معوية حادة أو مزمنة الدواء ده برضو بيساعد في علاج الدوزنتاريا في حاجة عايز نبع على أن مرضى الكبد بلاش يستعمله الدواء ده كمان المرضى اللي بياخدوا أدوية السيولة برضو بلاش يستعمله الدواء ده واللي عنده حاسية لأي مادة ماتين دواء سواء المترونيدازول أو الدول مزورويد يعني تقريبا اللي عنده حاسية من الفلاجيل ما ياخدش الدواء ده ما ياخدش دواء الفيورازول تمام؟ الحاجة الجميلة جدا الفيورازول هو السعر بتاعه سعر خيص جدا حوالي 8 جنيه و 30 قرش يعني لو خدت 3 شرايط عشان يكفل 5 تيام يعني حوالي 12 جنيه أو 13 جنيه يعني مبلغ مش كبير لعلاج الأميبة طبعا الأميبة بتيجي بأسباب كتير ممكن تيجي تلوث المية تلوث الأكل أكل مش مخصول كويس نتيجة لو فيه أكله أو تراب عليه الأميبة ممكن واحد كاله يتعدى شرب لو فيه شراب ملوس ممكن واحد يتعدى أبيبة عشان كان لازم غسيل الإيد كويس جدا قبل وبعد الأكل ولازم الخضروات والفاكهة تتغسل كويس جدا وتتغسل مثلا في برمنجيات البوتاسيوم نحطها فترة كده حوالي ساعة كده ولا حاجة أو ساعتين وبعد كده نصفيها خاص الخضروات كمان غسيل برمنجيات البوتاسيوم حلوة أول عشان خاطر ينظف للخضروات والفاكهة كمان لازم الأطفال وخاصة أطفال صغيرين مش أي حاجة يأكلوها من بره إلا لو فيه أكل أو لو فيه أكل على الأرض بلاش يأخذوا الأكل التاني يأخذوها على الأرض ويأكلوه دي حاجات مهمة جدا في أن الواحد يبقى عنده وقاية من الأميبة وعشان الأميبة ما تتكررش الأميبة أصلا عبارة عن طفيل ويمكن يرجع تاني في أي وقت عادي عشان كالحاجات دي مهمة جدا برضو من حاجات طبيعية اللي بتساعد في علاج الأميبة برضو إشر الرمان وإشر البرطقان الحاجات دي ممتازة جدا 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 والشيح وحاجات كتير جدا بتساعد في علاج الأميبة بالنسبة بقولنا إحنا خلاص إن لو إحنا لازم نهتم بغسيل إيدين لازم الأكل يكون صحي مع لو الأميبة جت وطبعا الأميبة عن نعرف إنها جت عن طريق عمل تحليل براز وعي يظهر في تحليل براز وإن الأميبة بنسبة كبيرة بتظهر في هيئة أكياس سست أكياس أبيامة حوصلة أو حتى وظهرت في شتيت الأميبة عادية فهو علاج الفيورازول علاج فعال لها وقوي لها يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكونوا استفادتهم السلام عليكم اشتركوا في القناة